موسيقى السلام عليكم شكلت الطورة الفرنسية عام 1789 نهاية للحكم الملكي المطلق وبداية عصر المواطن وحقوق الإنسان وقد غيرت هذه الطورة مجرى التاريخ الأوروبي بصفة عامة ويتعتبر نتاجا للتطور الفكري الذي شهدته كل أوروبا خلال القرن الثامن عشر والذي تمتل في حركة التاريخ الأوروبي أو ما عرفا بعصر الأنوار وهي حركة سياسية واجتماعية وتقافية وفلسفية واسعة تطورت خاصة في فرنسا وقد دعت إلى تنوير العقول من قيود الظلام وشملت المجال الدينية والاجتماعية والسياسي وقادها مجموعة من المفكرين أبرزهم جون جاكروسو، فولتير ومونتسكيو فالفيلسوف الفرنسي الكبير مونتسكيو الذي عاش خلال القرن الثامن عشر يعتبر من أبرز مفكري عصر الأنوار نجده في كتابه روح القوانين والرسائل الفارسية يؤكد على وجود ثلاث سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية ونجده يدعو إلى الفصل بين هذه السلطة من أجل إقامة نظام ديمقراطي فولتير أيضا من أبرز مفكري عصر أنوار هو شاعر وكاتب فرنسي عاش خلال القرن الثامن عشر من أبرز مؤلفته دراسة في التسامح وغطاب حول المساواة نجده ينتقد التفاوت الطبقي في المجتمع الفرنسي ويدعو إلى المساواة بين الفئات المجتمع في كافة الحقوق خاصة السياسية جون جاكروسو بدوره يدعو إلى المساواة ويدعو إلى الحرية وإلى الديمقراطية في المجتمع وهو فيلسوف وروائي وكاتب فرنسي موسوئي عاش خلال القرن الثامن عشر من أبرز مؤلفته العقد الاجتماعي هكذا اعتبر فلسفة عصر أنوار أنفسهم بمتابة مربية للجنس البشري وكانوا ينادون بحرية التفكير وهذه المنادات وجدت صدر لها في جميع أنحاء المعمور وهكذا قامت الطورة على أساس مبادئهم والتي تضمنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 يولد الناس ويظلون أحرار متساوين في الحقوق الحفاظ للحقوق الطبيعية للإنسان غير قابلة للتقادم وهي الحرية والملكية والأمن يوكمون مبدأ كل سيادة أو سلطة في الشعب جميع المواطنين متساوون أمام القانون ومؤهنون لتقلد جميع المناصب فحققت الطورة بذلك إنجازات مهمة للحاضر والمستقبل وذلك بإلغاء المراقبات والتنظيمات وإقرار الحرية والديمقراطية في جميع المجالات ومست الطورة الهيئات ذات الامتيازات الملكة والنبلاء ورجال الدين ففقدوا ممتلكاتهم ومواردهم وألقابهم وأصبحوا مجرد مواطنين عاديين بينما كانت البرج موازية المستفيدة الأول من هذه الثورة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة